وصلنا بالحديث إلى واقعة خيبر ويوم خيبر إذ أظهر الله خور المنافقين وقطع دابر الكافرين والحمد لله رب العالمين ثم أشار إلى مسألة فرار الأنصار والمهاجرين يوم خيبر ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه ذكر يوم بدر من دون أن يشير إلى أي خصوصية لهذا اليوم قطعا يوم بدر له مميزاته وله أهميته كما قلت في الحلقات الماضية يوم بدر هو فاتحة الفتح البداية من بدر لكن الإمام الهادي لم يطل الوقوف عند بدر لا لعدم أهميته إنما أراد أن يشير إلى أن يوم بدر مع أهميته فهو دون يوم خيبر لذلك ذكر يوم بدر من دون أي تفصيل من دون أي إشارة وحين تحدث عن الأحزاب أشار إلى نقطتين إلى حالة الخوف والرعب والجبن التي أصابت المهاجرين والأنصار وإلى كفاية المؤمنين بعلي وكفى الله القتال المؤمنين كفى الله المؤمنين القتال بعلي ثم تحدث عن أحد وكان التركيز في قضية أحد على أن ساحة المعركة ما كان فيها إلا رسول الله وسيد الأوصية ثم كان الحديث عن حنين وعن فرار الأنصار والمهاجرين عن فرار الصحابة إلى أن وصلنا إلى خيبر خيبر هي التي وصفها بهذه الأوصاف ويوم خيبر إذ أظهر الله خوار المنافقين الخوار هو الضعف المهانة الفرار الجبن الوضاع هو هذا الخوار ويوم خيبر إذ أظهر الله خوار المنافقين وقطع دابر الكافرين هذا الوصف لم يشر إليه الإمام الهادي لا في بدر ولا في الأحزاب ولا في أحد ولا في حنين كما قلت خيبر هي فتح الفتوح أما فتح مكة فهو فتح رمزي فتح مكة كان نتيجة طبيعية لخيبر قطع دابر الكافرين كان في خيبر والإمام استعمل هذا التعبير وقطع دابر الكافرين والحمد لله رب العالمين هذا التعبير الحمد لله رب العالمين إنما يؤتى به في ذوق الكتاب والعترة حينما تكون الأمور قد تمت قد كملت فيؤتى بهذا التعبير نلقي نظرة سريعة على آيات الكتاب ثم نعود إلى تفاصيل لخيبر الزيارة استعملت عبارتين العبارة وقطع دابر الكافرين والعبارة الثانية والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين في ذوق الكتاب والعترة أنها تطلق حين تكون الأمور كاملة حين تكون الأمور تامة لو تتبعنا هذا التعبير في الكتاب الكريم تتضح لنا الصورة في سورة الفاتحة بعد البسملة الحمد لله رب العالمين والفاتحة هي جامعة الكتاب سورة الفاتحة هي جامعة الكتاب هي خلاصة الكتاب هنا حين تبتد الحمد لله رب العالمين يعني تمام الحمد بكل مراتبه بكل أشكاله لله سبحانه وتعالى الذي هو رب كل شيء رب العالمين رب كل شيء فالحمد هنا هو تمام الحمد بعد البسملة بعد ذكر اسم الله ماذا جاء جاء الحمد بتمام مراتبه لأن هذا التعبير يأتي حينما تكون المعاني تام كاملة وهذا واضح في أول الفاتحة التي هي جامعة الكتاب جامعة المعاني وهنا العبارة جامعة التحميد بكل أشكاله وبمعنى أدق بسم الله الرحمن الرحيم اسمه الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء ومع كل شيء بعد هذا الاسم الذي بدأت منه الأشياء وتعود إليه الأشياء وهو مع الأشياء والأشياء قائمة به فكل شيء قائم بأسمائه سبحانه وتعالى لذا كانت تحميد تحميدا لكل شيء في هذا الوجود من آيات جماله وجلاله وكأن الوجود قد كمل وهو كامل ولكن حين أقول وكأن الوجود قد كمل لتقريب الفكرة لتقريب الصورة كمل وبعد أن كمل قلنا الحمد لله رب العالمين لأن كل شيء قد تم وحين نقرأ في سورة يونس في سورة يونس الحديث عن الجنان وعن أهل الجنان في الآية التاسعة والتي بعدها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها في جنات النعيم انتهت الدنيا وانتهت الآلام والمشقة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر شيء ماذا وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين كما قلت هذا التعبير يأتي عند تمام الأمر وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين إذا ذهبنا إلى سورة الصافات سورة الصافات تحدثت عن الأنبياء عن المرسلين وذكرت تفاصيل عنهم لا مجال لذكرها الآن إلى أن تقول سورة الصافات مبينة حقيقة كاملة جامعة سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون النتيجة النهائية هي هذه مهما تغيرت الأحداث الدنيوية بالنتيجة هناك قانون حاكم للباطل جولة وللحق دولة ليظهره على الدين كله سبقت كلمتنا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون إلى أن السورة تختتم بهذا القول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتنتهي سورة الصافات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الأمور هنا تكاملت وانتهت وفي سورة الزمر في الآية الرابعة والسبعين وما بعدها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين انتهت الأمور وترى الملائكة حافين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق تهت الأمور وقيل الحمد لله رب العالمين وإذا ذهبنا إلى سورة غافر في الآية الرابعة والستين وما بعدها الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين بعد كل هذا الحمد لله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين بعد بيان كل هذه التفاصيل تم الكلام هنا التعبير القرآني الحمد لله رب العالمين هذه تقريبا جميع الموارد التي ذكرها القرآن ووردت فيها صيغة الحمد لله رب العالمين إنها وردت في موارد التمام والكمال وردت في موارد نهايات الأمور تمت الأمور وانتهت على أحسن وجه وقيل الحمد لله رب العالمين الإمام هنا استعمل هذا التعبير إذ أظهر الله خور المنافقين وقطع دابر الكافرين والحمد لله رب العالمين بل إن هذا التعبير بنفسه ورد في الكتاب الكريم هذا التعبير بنفسه نصا ورد في سورة الأنعام متى ورد ورد في سورة الأنعام إذا نقرأ في الآية الثانية والأربعين وما بعدها ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعوا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا تضرعوا لجأوا إلينا بالدعاء والخضوع فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون الآية الخامسة والأربعون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين انتهوا انتهى أمرهم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين التعبير هو هو في الزيارة الغديرية وقطع دابر الكافرين والحمد لله رب العالمين قطع الدابر ورد في الكتاب الكريم أيضا لو تتبعنا هذا التعبير في الكتاب الكريم لو وجدنا أن قطع الدابر جاء يشير إلى نهاية الأمر أيضا مثلا في سورة الحجر في قصة لوطن النبي فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون حينما كان القرار بنزول العذاب على قوم لوط فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر إلى النبي لوط وقضينا إليه ذلك الأمر أن ندابر هؤلاء مقطوع مصبحين قطع دابرهم وقطع دابر الكافرين أين في الزيارة في خيبر نفس هذا التعبير هو في سورة الحجر حينما نزل العذاب على قوم لوط انتهوا نهاية وقضينا إليه ذلك الأمر أن ندابر هؤلاء مقطوع مصبحين إذا ذهبنا إلى سورة الأعراف في قصة هود النبي في الآية الثانية والسبعين في سياق قصة قومعات فأنجيناه فأنجيناه والذين معه برحمة منا متى حين نزل العذاب على قوم هود فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وقطعنا دابر الذين كذبوا هو نفس التعبير الذي جاء في سورة الأنعام الآية التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين بينما في سورة الأنفال والحديث في أجواء واقعة بدر وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم إحدى الطائفتين إما قافلة أبي سفيان وإما الجيش الذي خرج من قريش وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وأنتم تحبون أن تكون لكم القافلة قافلة أبي سفيان لا أن تصطدموا مع قريش في جيشها ويريد ويريد أن يحق الحق بكلماته الله يريد أن يحق الحق بكلماته هذا هو البرنامج المحمدي لكن ليس في واقعة بدر واقعة بدر كما قلت هي فاتحة الفتح ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين يعني ليس في بدر وإنما البرنامج الإلهي المحمدي نهاية هذا البرنامج أن يقطع دابر الكافرين قطعا بالمعنى التام الحقيقي ليظهره على الدين كله هذا لا يكون إلا في العصر المهدوي ولكن أن يثبت الإسلام على أسسه وأن يقف الدين على أقدامه فهناك قطع لدابر الكافرين لكن ليس في بدر وإنما بدر هي فاتحة الفتح والتعبير واضح وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله يريد الله من بدر ومما يأتي بعد بدر ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين لو كان هناك قطع لدابر الكافرين في بدر لجاء التصريح واضحا في ذلك لكن الكلام كله لحنه يشير إلى هذه القضية أن بدر هي الفاتحة والنهاية المطلوبة لقطع دابر الكافرين تتجلى هنا في هذا البيان المعصوم من إمام العاشر ويوم خيبر إذ أظهر الله خور المنافقين وقطع دابر الكافرين والحمد لله رب العالمين الإمام لم يكتفي بعبارة وقطع دابر الكافرين بل ألحقها بعبارة أخرى والحمد لله رب العالمين لتأكيد المعنى أن الأمر قد تم وانتهى الإمام هنا يشير إلى أن خيبر هي فتح الفتوح نحن لا نمتلك التفاصيل الكاملة عن واقعة خيبر ولكن من خلال المعطيات المتوفرة يمكن أن نستكشف لوحة تكاد تكون كاملة ولو بالمجمل للذي جرى في خيبر الذي يبدو من النصوص من المعطيات المتوفرة بين أيدينا خيبر عدة حصون خيبر ليس حصنا واحدا ولكن أضخم هذه الحصون هذا الحصن الذي قلع الأمير بابه حصن حصن القموس ساعة ولو تتبعنا أن قريش حين خرجت في بدر خرجت كما يذكر المؤرخون بحدود ألف ألف من الفرساني والرجالة في أحد كان العدد ثلاثة أضعاف ثلاثة آلاف في الأحزاب كان العدد أكثر من عشرة آلاف فهنا في خيبر لا بد أن نتوقع أن العدد أكثر صحيح لم يذكر العدد بعض النصوص ذكرت أن عدد اليهود أربعة عشر ألف وقريش والقبائل العربية في بعض النصوص ورد ذكر أربعة آلاف من قبيلة غطفان القبائل العربية قريش بكل أحلافها واليهود أولاء تجمعوا في خيبر هذه القضية لا تذكر هذه القضية لا يشار إليها تطمس حتى في الثقافة الشيعية خيبر يعني عليا قتل مرحب وقلع الباب وانتهينا ولم تشخص أهميتها من أنها فتح الفتوح خيبر هذه الأعداد الكثيرة اجتمعت في خيبر وكانت تخطط لشيء كبير كانت تخطط للقضاء على النبي وللقضاء على الإسلام بكله تخطط لشيء كبير لكن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي بادرهم وحاصر هذه الحصون والقلع الذي يظهر أيضا بالنسبة لحصن القموس والذي كان عاليا جدا وضخما جدا وكان مبنيا من الحجارة الجبلية بخلاف الحصون التي يبنيها العرب من الطين بني من الحجارة من الصخور والجبل قطعت منه الباب الباب قطعت من الجبل الباب باب حصن القموس كان مقطوعا من الجبل قطعة صخرية ضخمة هائلة واليهود يبدو أنهم انتفعوا من تجربة واقعة الخندق فحفروا خندقا كبيرا أمام الحصن كان هناك خندق واسع بحيث أن المسلمين لما جاءوا ما استطاعوا أن يعبروا لا بخيولهم ولا هم بأنفسهم ما استطاعوا أن يعبروا كان خندق كبير وفي مثل هذه الحالة لا بد أن اليهود حين يخرجون يمدون جسورا مؤقتة هذا الذي كان يجري في الحروب قديما حينما تكون مدينة محصنة ويحفر أمامها خندق فلا بد أن يمد جسورا عليها يخرج المقاتلون ولما يرجعون يرفعون هذه الجسور المؤقتة كي لا ينتفع العدو منها حصن عالي وأمامه خندق وكانت القوات اليهودية تخرج تعبر الخندق فتصل إلى الساحة التي يحدث فيها القتال وما حدثت معركة كبيرة لكنها كانت مناوشات لأن الأنصار والمهاجرين فروا من ساحة المعركة فما حدثت معركة كبيرة من خلال النصوص من خلال المعطيات الموجودة بين أيدينا النبي صلى الله عليه وآله طلب من الأنصار أن يحملوا وحملوا ورجعوا فارين ثم طلب من المهاجرين ومرتين مر بقيادة أبي بكر وأخرى بقيادة عمر وفي الحالتين فر المهاجرون فر المسلمون جميعا القوات فرت كان مرحب يخيفهم أمير المؤمنين وقع الرمد في عينه لم يخرج إلى القتال مرحب جندل رجالا من المسلمين فهابه المسلمون بعض المسلمين طلب من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبعث عليا إلى مرحب يعرفون يعرفون من الذي يستطيع أن يقف أمام هذه القوة فطلبوا من النبي أن يبعث عليا النبي غضب لماذا لأن الأنصار فر أبو بكر فر برايته والنصوص تقول فرجع يجبن أصحابه ويجبنون معنى يجبن أصحابه ويجبنون يصفهم بالجبن ويصفونه بالجبن وعمر كذلك وهذا الأمر مذكور في كتب السيار في كتب الحديث في كتب التأريخ غضب رسول الله صلى الله عليه وآله للذي جرى الأنصار المهاجرون المسلمون فروا من ساحة المعركة فقال الكلمة المعروفة المذكورة في الأحاديث لأعطينا الراية غدا رجلا ووصفه بأنه كرار غير فرار كرار مبالغ غير فرار يقارن فيما بينه وبين الآخرين الذين هم فرارون فهذا الذي سيعطى الراية كرار ليس فرارا كالآخرين وأعطاه الراية سأقرأ عليكم الروايات لكنني بشكل موجز مختصر أبين لكم الصورة فأعطاه الراية فأخذ الراية وخرج مهرولا مسرعا حتى أن بعض المسلمين أرادوا أن يلحقوا به فناداه سعد ابن عبادة يا أبا الحسن أربع انتظر انتظر حتى نلبس دروعنا ونأتي بأسلحتنا فما سمعه خرج مهرولا وركز الراية في وسط المعركة في وسط الساحة وجندل مرحب مرحب خاف منه مرحب خرج وهو يقول أنا الذي سمتني أمي مرحبا فأجابه الأمير قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة ضرغام آجام وليث قسور أكيلكم بالسيف كيل السندرة أكيلكم بالسيف كيل السندرة قد يسأل سائل يقول ما معناها السندرة وعاء كبير مكيال مكيال كبير جدا ماذا يكيلون فيه يكيلون فيه الأشياء المختلفة يعني إذا أردت أن أقرب لك الصورة يعني مثل قضية الأماكن التي يجمع فيها السيارات التالفة السكراب كيف تجمع تجمع ثم بعد ذلك تضغط بواسطة مكائن وآلات ثم توزن بميزان حتى تعرف أوزان هذا الحديد يعني باللهجة باللهجتنا العراقية يعني أسويكم سكراب أكيلكم بالسيف كيل السندرة يعني سأجمعكم البعض فوق البعض الآخر سأدوسكم دوسا لما سمع مرحب الإسم فر من ساحة المعركة لماذا لأن مرضعة له كانت قد أخبرته بأن شخصا اسمه حيدرة هو هذا الذي يقتلك أنت لا يستطيع أن يجاولك أحد وينازلك إلا شخص اسمه حيدرة لما سمع فر من ساحة المعركة الرواية تقول إبليس تجلى له ظهر له بصورة حبر من أحبار اليهود إبليس هنا تدخل في المعركة بشكل واضح تدخل في بدر إبليس ومر علينا كيف تدخل أيضا في أحط إبليس تدخل في بدر وفي سورة الأنفال في الآية الثامنة والأربعين الإشارة إلى هذه القضية وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم جاءهم بصورة سراق ابن مالك وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس كان يقول لقريش وإني جار لكم أنا معكم كان من خيرة فرسان قريش فلما تراءت الفئتان لما تراءت الفئتان الملائكة الذين نزلوا نكص على عقبيه فر من ساحة المعركة حين رأى الملائكة ورأى منصور قائد الملائكة يتقدم الملائكة بيده الحربة ففر ففر إبليس من ساحة المعركة الذي كان قد تصور وتجسد بصورة سراقة ابن مالك فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه منصور هو قائد الملائكة لذلك كان الشعار في بدر يا منصور أمت منصور هو قائد الملائكة فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني بريء من قريش لماذا إني أرى ما لا ترون أنا أرى شيء لا ترونه أنتم إني أخاف الله والله شديد العقاب لأن ملائكة نزلت فلما تراءت الفئتان يعني لما وقف المسلمون وقفت قريش والملائكة في هذه الحال نزلت ففر سراقة من ساحة المعركة هنا فر إبليس وفي سورة آل عمران كان الحديث عن فرار الصحابة جميعا من ساحة المعركة إِنَّ الروايات أمير المؤمنين قتل مرحب اليهود فروا إلى حصنهم فروا إلى حصنهم يبدو أن الأمير أيضا عبر على الجسور على جسورهم أو أنه قفز الخندق ينقطع اليهود لما رجعوا فارين إلى داخل الحصن وأغلقوا الأبواب أغلقوا هذا الباب الكبير لابد أنهم عبروا على تلك الجسور المؤقتة فإما يكون الأمير قد عبر على هذه الجسور أيضا وذلك مستبعد لأن المسلمين لما جاءوا إلى الخندق ما وجدوا جسرا فلابد أنه قد قفز قفز الخندق ووصل إلى الحصن فهم أغلقوا الباب والباب كما مذكور فقط كان يغلق هذا الباب أكثر من عشرة رجال أو عشرون رجل الباب يغلق بسهولة حتى لو كان كبيرا باعتبار أنه قد رتب بآلية وبتقنية يتحرك رغم أن وزنه في غاية الثقل ولكن كم كان هذا الباب ثقيلا بحيث حينما يريدون أن يغلقوه يحتاجون إلى هذا العدد الكثير من الرجال الأمير صلوات الله وسلامه عليه قلعه بيده اليسرى وإن كنا نعتقد في رواياتنا كلتا يديه يمين صاحب هذا الأمر يعني الإمام المعصوم كلتا يديه يمين حين أكل الإمام السجاد بيده اليسرى وسأله السائل يا ابن رسول الله أليست السنة أن يكون الأكل باليمين قال صاحب هذا الأمر يعني الإمام كلتا يديه يمين ولكن هكذا جاء في التأريخ لأن السيف كان بيده اليمنى فقلع الباب بيده اليسرى فجعلها درقة درقة هذه القطعة الحديدية المربعة المدورة المثلثة التي يحملها المقاتلون يتدرعون بها يواجهون بها ضربات السيوف والرماح يبعدون ضربات السيوف والرماح عن وجوههم عن أبدانهم فتدرق بالباب جعله درقة اليهود رعبوا من هذه العملية يعني هذا الرجل حمل هذا الباب فجعله درقة فرعبوا حين قلع الباب الحصن كان سميكا جدا وكان عاليا ومراء اليهود إن كانوا يجلسون ينظرون إلى ساحة المعركة هم وعوائلهم كانوا يجلسون على أعلى الحصن لذا صفية بنت حي بن أخطب وهي من علية القوم من العائلة الحاكمة المالكة لما جئ بها إلى النبي وكان هناك شج جراحة في وجشها فسألها النبي عن ذلك فقالت لما جاء علي وقلع الباب الحصن بكله اهتز فكنت جالس على سريري على الكرسي فوقعت فأصابني الكرسي حين وقعت في هذا المكان من وجشي فشج وجشي فعلية القوم أن الأمراء كانوا على الحصن الإمام قلع الباب جعله درقة المسلمون في الجانب الثاني اليهود الآن هذه الجموع الكثير من اليهود ومن قريش هذه الآلاف المؤلفة فرت فدخل الإمام إلى داخل المدينة فتحها بالكامل سيطر على المدينة بالكامل لوحده صلوات الله وسلامه عليه لم يكن معه أحد ومتى كان مع علي أحد لم يكن معه أحد فتح المدينة بالكامل فتح الحصون بالكامل ماذا صنع بعد ذلك رجع المسلمون يريدون أن يعبروا إلى داخل الحصن الحصن المكان كان واسع الذي وقف عنده المسلمون من الحصن لا زال لا زال هذا الباب بيده فمده جسرا فأعوز يعني يعني المسافة كانت عريضة لهذا الخندق فأعوز فماذا صنع في بعض الروايات فمد يده يعني أكمل الحصن أكمل الباب باب الحصن بذراعه وعبر المسلمون وعبر المسلمون الراجل منهم راجل والفارس منهم فارس لم ينتهي الأمر عند هذا الحد الحصن الحصن عالي وأراد المسلمون أن يقتحموا الحصن فماذا صنع الأمير أخذ هذا الباب ووضعه على ظهره وصعد المسلمون على الباب بخيولهم برجالهم لذلك إمامنا الباقر يقول ما لقي علي من الباب حين وضعه على ظهره من الناس أكثر مما لقي من الباب قطعا لأن جيش كامل يعبر عليه قوات كاملة عبرت على الباب وهو على ظهره الشريف بعد أن انتفت الحاجة من الباب قذفه الرواية تقول فمر الباب فوق رؤوس المسلمين قذفه إلى مسافة بعيدة الذين حاولوا أن يقلوا الباب أربعون وأكثر ما استطاعوا أن يحركوا من على الأرض سبعون رجل استطاعوا أن يرفعوا وانتهت شوكة اليهود وشوكة أحلاف اليهود وكان ذلك النصر المؤذر النصر العلوي هذه هذه صورة مجزة ما صدر من أفعال أمير المؤمنين كان لإرعاب تلك القوات كان لإرعاب القبائل وعرف الجميع بأنهم لا يمتلكون القدرة على مواجهة هذه القوة الخارقة لذلك جاء التعبير في الزيارة الغديرية ويوم خيبر إذ أظهر الله خور المنافقين وقطع دابر الكافرين والحمد لله رب العالم وعدلين ميتين يمك يا علي عزين ميت يا أمك يا علي عزين ميت يا أمك يا علي يا أمك يا علي أخير وزينة يا إبو الحاسن يا أمك يا عدلين. انت حمال يقل حسنين.